المتابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو سنتعلم بإذن الله كيفية طباعة ملف كبير فيه بيانات كثيرة في صفحة واحدة هذه مشكلة تواجه أكثر الناس عندما يريد أن يطبع ملف اكسل فإن فيه بيانات كثيرة ويتم طباعتها بعدد من الأوراق وتكون نصف الورقة في الأعلى ونصف ورقة في الأسفل كما سنشاهد الآن طبعا سأشرح باللغة الإنجليزية لأن أغلب الناس عنده لغة إنجليزية أنا أستخدم اللغة عربية بشكل عام لكن سأشرح باللغة الإنجليزية للفائدة أغلب الناس عنده لغة إنجليزية نضغط على File للطباعة الآن أو ملف باللغة عربية ومن ملف أو File نذهب إلى Print طباعة باللغة عربية نضغط عليها تشاهدون الآن عندنا العديد بين الصفحات صفحة أولى ثانية ثالثة رابعة والبيانات مقطعة يعني لن يستفيد منها أحد بهذه الطريقة عندنا التسع صفحات طيب كيف سنطبع جميع هذه الصفحات في صفحة واحدة بحيث تحتوي على كل البيانات نذهب إلى Settings أو الإعدادات باللغة عربية ومن Settings عندنا الخيار الأخير No Scaling يعني باللغة العربية دون تغيير الحجم دون تغيير الحجم نضغط عليها ونذهب إلى الخيار الثاني وهو Fit Sheet on One Page أو باللغة عربية احتواء الأوراق على صفحة واحدة نضغط عليها بهذا الشكل الآن كما تشاهدون تم احتواء جميع البيانات في صفحة واحدة هذه الصفحة تحتوي على جميع البيانات بإمكاننا الطباعة الآن بالضغط على زر Print وستتم طباعة جميع البيانات في صفحة واحدة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أرجو أن تكونوا قد استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة